دائماً بسم الله نبدأ نواصل دروسنا حول مقرر تنظيم حاسبات واحد ومن ضمن مواضيع الباب الثاني وهو بعنوان Basic Computer Organization and Design ننتقل إلى الموضوع التالي موضوع هذا الدرس هو Instruction Cycle أو دورة التعليم ما هي المراحل التي يجب أن تمر بها التعليم الحاسب حتى يكتمل تنفيذها Each instruction cycle consists of the following phases أي تعليمة لها دورة تحتوي على هذه المراحل المرحلة الأولى Fetch an Instruction from Memory وهي مرحلة البحث عن التعليم نفسها يحتاج الحاسب البحث عن التعليمات في الذاكرة وذلك بإيجاد عنوان التعليمة في الذاكرة هذه مرحلة بحث وإيجاد التعليمة المرحلة الثانية بعد أن أوجدنا التعليمة نريد أن نفهم محتوياتها إذن المرحلة التالية Decodes Instruction فك شفرة التعليمة لمعرفة أجزائها المختلفة نحن نعرف أن التعليمة تتكون من عدة حقول أو أجزاء حقل العنوان حقل الوباريشن وحقل الأدريس مود يقوم الحاسب في هذه المرحلة بفك شفرة التعليمة لفهم مكوناتها إذن هذه هي مرحلة فك شفرة وفهم مكونات التعليمة المرحلة الثالثة هي مرحلة read the effective address from memory وهذه المرحلة بالذات تلزم أو تكون ملازمة لنوع واحد من التعليمات هو التعليمة من نوع memory address التي يكون فيها العنوان غير مباشرة لماذا؟ هي حكر لهذا النوع لأننا في هذا النوع فقط نحتاج البحث عن effective address لأنه غير مباشر فإذن في هذه المرحلة نحتاج قراءة العنوان الفعال وقلنا أن ذلك يكون في نوع memory address in direct addressing mode instructions المرحلة الثالثة لكل التعليمات هي مرحلة تنفيذ التعليمة ومن البديه أنه إذا أوجدنا التعليمة ثم فهمنا مكوناتها وعرفنا ما هو المطلوب تنفيذه في هذه التعليمة نقوم بتنفيذها إذن مرحلة الأخيرة execute زي نستركشن وهي مرحلة تنفيذ مطلوبات التعليمات التعليمة هل نجمع هل نقوم بعملية حسابية أم منطقية أم ماذا في هذا الجزء نشرح مخطط لدورة التعليم وهو المخطط المبدئي أو التمهيدي الانيشي الكونفيجوريشن الذي يقوم الحاسب به بمعرفة التعليمة وفك شفرتها وتنفيذها نحن نعرف أن التعليمة في الحاسب تتكون من 16 بيتس هذا شكل محتويات سجل التعليمات الانيشي 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 ال أم Input Output Instruction هذه الثلاثة بيتس هي الأوباريشن كود هي البيتس التي تحدد التعليمة وأيضا من هذه الثلاثة بيتس نعرف ما إذا كانت التعليمة من نوع الميموري أم غيرها لماذا؟ لأن هذه البيتس هي التي تدخل إلى الديكودر الموجود في الكنترول يونيت ثم إذا كانت كلها تساوي واحد واحد الثلاثة بيتس كل واحد منها يساوي واحد أي أن المحتويات هي واحد واحد نعرف أن التعليمة ليست ميموري ريفرانس بأي حال من الأحوال وإنما هي إما Register أو Input أو Output Instruction وأيهما هو الصحيح يتوقف على البيت رغم 15 كما ذكرنا قبل قليل الاثناشر بيتس الأولى من صفر حتى حداشر هي حق الأدرس أو الأدرس فيه أعيدنا كتابة المراحل في هذه الشريحة مرة أخرى وأعطيناها ألوان مختلفة مرحلة الفتش أو البحث باللون الأصفر مرحلة فك الشفرة أو الديكود باللون التركوازي مرحلة قراءة العنوان الفعال أو الريد باللون الأخضر ومرحلة تنفيذ مطلوبات التعليمة أو الاكسيكيوت باللون البيت واستخدمنا نفس هذه العلوان سيئة المخطط ليسهل عليك عزيز الطالب متابعة المراحل المختلفة لتنفيذ التعليمة نبدأ من الأعلى Start Zero إلى Sequence Counter هنا نقول الحاسب يقوم بتصفير عداد التسلسل وعداد التسلسل هو أيضا جزء من وحدة التحكم في الحاسب وهو العداد الذي يولد إشارات التوقيت إشارات التوقيت التي يتم تنفيذ المراحل المختلفة عندها والإشارات المولدة في هذا المخطط كما نرى هي تي زيرو تي وان تي تو و تي سري تي زيرو و تي وان تستخدم في مرحلة البحر فاتش و تي تو تستخدم في مرحلة فك الشفرة أو الديكوت فك شفرة و تي سري تستخدم في مرحلة التنفيذ إذا كانت العملية ليست ميموري و تستخدم نفس هذه الإشارة في مرحلة القراءة إذا كانت العملية ميموري ريفرانس إنستركشن ماذا يحدث نتابع من الأعلى يتم تصفير السيكونس كاونتر أو عدات التسلسل و عند ما تتولد تي زيرو يقوم الحاسب بقراءة محتويات البروغرام كاونتر و ينقلها إلى الادرس ريجستر لماذا؟ لأنه يريد أن يبحث عن التعليم ثم يذهب إلى الذاكرة المحددة بمحتويات الادرس ريجستر فيجد 16 بيت هناك هذه 16 بيت هي التعليمة و يقوم بنغلها إلى الانستركشن ريجستر الآن أصبح الانستركشن ريجستر يحتوي على تعليم كامل 16 بيت إذن انتهت مرحلة البحث و ستبدأ مرحلة فك الشفرة يقوم الحاسب أيضاً في هذه المرحلة بزيادة رقم البروغرام كاونتر أو عداد البرنامج بواحد حتى يكون مستعد للتعليمة التالية ثم ندخل في مرحلة فك الشفرة ماذا يحدث في مرحلة فك الشفرة؟ يحتاج الحاسب ليعرف أجزاء التعليم المختلفة فيعرف البروغرام 15 الأخيرة هل هي صفر أم واحد هذا يفيده إذا كانت التعليم من نوع الميموري ريفرنس يفيده في معرفة هل العنوان مباشرة أم غير مباشرة وإذا كانت التعليم من نوع غير الميموري ريفرنس فهذه البيت تفيد الحاسب في معرفة هل التعليم من نوع ريجستر أم من نوع إمبوت أو تبوت ثم يقرأ محتويات الادرس فيلت الـ 12 بيت من صغر إلى 11 إلى الادرس ريجستر مرة أخرى ثم ينظر الحاسب في D7 وD7 هذه تتولد من الثري بيت الموجودة في الأوب كود من هذه البيت D7 لا تكون تساوي واحد إلا إذا كانت كل البيت الموجودة في الـ أوبريشن فيل هي واحد واحد في هذه الحالة يعرف أن التعليم ليست بأي حال من الأحوال من نوع الميموري ريفرنس أي تشكيل لهذه البيت غير 111 يترجمها الحاسب مباشرة إلى أنها 0 أي D7 تساوي 0 ويعرف منها أن التعليم هي من نوع ميموري ريفرنس لنفرض أن التعليم من نوع ميموري ريفرنس ونواصل إذا كانت التعليم من هذا النوع يختبر الحاسب محتويات الفلفلوب آي هل هي واحد أم صف ليعرف هل العنوان مباشرة أم غير مباشرة لماذا؟ إذا كانت العنوان غير مباشرة ندخل في مرحلة التنفيذ إذا كانت العنوان غير مباشرة أي محتويات الفلفلوب آي تساوي واحد ندخل في مرحلة القراءة وقلنا أن هذا يحدث فقط في الميموري ريفرنس وقلنا أن ندخل من النوع إن دائريك أدريس وبعد أن نتحصل على العنوان الفعال نذهب إلى تنفيذ التعليمة أما إذا كانت D7 لا تساوي صفر فنحن أمام خياران مرة أخرى غد تكون التعليمة من النوع ريجيستر ريفرنس أو من النوع إمبوت أو إتبوت وكيف نعرف أيهما؟ ننظر مرة أخرى إلى محتويات الفلفلوب إذا كانت هذه المحتويات تساوي صفر فالتعليمة من نوع ريجيستر ريفرنس وإذا كانت تساوي واحد فالتعليمة إما إمبوت أو أو إتبوت ريفرنس ثم ندخل في مرحلة تنفيذ التعليمة إذن كما نرى مراحل التعليمة في حالة الانيشي الكونفيجريشن للحاسب موضحة في هذا المخطط وموضح معها إشارة التوقيت التي يكون عندها حدوث المرحلة المعينة ونواصل في الدرس القادم ترجمة نانسي قنقر